هنا وهنا وهنا أيضاً اختلفت الأماكن ولكن الضرر واحد أقل من نصف ساعة من هطول الأمطار كانت كفيلة بأن تغرق أحياء بأكملها وتكون في الشوارع سيولاً جارفة امتدت إلى البيوت مخلفة حالة من الرعب وسط السكان كنت راقد في الأرض حتى قسدي العجوز نوض نوض على الخمسة قسدي كلاك الماء ومشي غرق خطرة ولا زوج كل الأعمى هكذا شهر سبتمبر من كل سنة يعرف تساقطاً لكميات معتبرة من الأمطار دون إيجاد حلول جذرية لمشكل تصريفها راكم تشوفوا ما شطر هنا صبح القطارات الأولى هذه تعفص الخريف فاضت علينا الحالة كاملة هناك ما كنتشوفوا الودها دايا راه منها رشفية الأخرى متعمهم يخدموا فيه غرقنا صبح الطريقة هذه غرقة كاملة ذكرها راكم تشوفوا فيها نشفى على كل حال ووش نقولكم يعني الحالة الصباح كانت كارثية لما طلحت هل طريقة هنا كاملة تعمرت تغطات كاملة هنا الودهاد لم يخدموا فيه زعمة البيز هذا اللي داروه ما يكفيش بشير في الكمية تعلمية هذي اللي لا يتساقط بلدي تبجرح تعمل نظافة ما مشي جون قولنا البلوعات تعلمية ما مشي جون قولنا البلوعات تعلمية تبجرح يقول أرصي أو اسمه اليروغار تحيير بضر كلها ما مزدودة إذن نفس المشاهد ونفس الأماكن وفي نفس التوقيت كل سنة يعيد سيناريو الفيضانات نفسه فأين الخلل؟ هل في مسؤولين تخاذلوا في خدمة المواطن؟ أم في مواطن لم يكثرت لنظافة محيطه لتكون النتيجة هكذا؟ ترجمة نانسي قنقر